طيب آخر عنوان معايا وهو متعلق بالخبر اللي الكل النهاردة صحي عليه أو حتى مبارح بالليل الخبر خرج متأخر مبارح وهو بتعادلات تمت في عدد أعضاء اللجنة الخماسية الاتحاد الدولي لقرة القدم من خلال إدارة الاتحادات قدامكم على الشاشة الخبر الرسمي من صفحة الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا قال إن تم مد فترة عمل اللجنة الخماسية من 30 نوفمبر إلى 31 يناير القاضي من عام 2021 وتم تقليص عدد أعضاء اللجنة الخماسية من 5 إلى 3 لكن البيان لم يحدد خلال الشهرين القادمين إيه الخريطة أو الطريقة العمل للجنة الخماسية سواء في انتخابات أو لأ ولم يحدد من هم الشخصين اللي هيخرجوا من إطار اللجنة الخماسية لقاية تقلص العدد إلى ثلاثة أفراد فيه كلام كتير جدا لكن طبعا على عهدت اليوم السابع كان فيه تصريح للكابتن محمد فضل قال أنا اعتذرت عن استكمال المهمة لكن بأكد لكم فيه كواليس كثيرة في هذا الأمر مع الفترات الجاية إن شاء الله نحاول نقول لكم الأخبار الجديدة والكواليس الحصرية في طريق إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الفترة الجاية وإيه اللي هيحصل خلال الستين يوم القادمين أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا ولكن في ترند الأهلي